أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال النهود بالمنشآت والتجهزات والكوادر بالقطاع الطبي وذلك إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي تحظى برعاية المبادرات الرئاسية وتمس الفئات الأولى بالرعاية جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء جهود قطاع الصحة في النهود بالرعاية الصحية وذكر تقرير أعدته وزارة الصحة أنه تم علاج مليوني مواطن على نفقة الدولة خلال العام الماضي وتقديم مليون وستمائة ألف إجراء جراحي ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار